اعقاب بن سعدون العواجي اسم لامع في حياة الصحراء مرتبط بما حوتها الصحراء انا ذاك من حروب ومعارك دامية فنعم المثل في الشجاعة والاقدام كما ان هذا الاسم يقترن ايضا بالكرم والوفاء وهو المعروف عن حياة البادية فنعم المثل في الشهامة والكرم ولقد كان لفارسنا وشاعرنا النصيب الوافر من القصص والوقائع مما يستحق الاشادة والنقل واليكم الان احدى القصص فيقال انه خرج غازيا في ثمانين فارسا من قومه فصادف ثلاثمائة فارس فبدأت المعركة بين الطرفين وحصلت الخسائر بين الجميع فرجع في من بقي من قومه الى احياء قبيلته وعند وصوله اعترضته فتاة تسأل عن حليلها اي زوجها حيث كان من الفرسان المرافقين له اثناء الغزو فقالت يا عقاب يا حب سضع يلي حريبك بالهزيمة هي منا عينت ذيب الخيل يوم لا كاوين نور العيون بغيبة الشمس عنا هو سالم ولا رموها المعادين يا عقاب خبرني ترى يا تمنى فاجابها عقاب يا بنت يلي عن حليل تستسالين حنا لنا حين يسالون عنا خمسة عشر ليلة على الوجه مقفين ندور وضحن بل باهر اتحنى وشفنا هلل بالشار بين الغلاوين من دون رجم للحوير تحنى وجونا ثلاثمية وحنى ثمانين مثل المحوصة الشلف منهم ومنا وبانت رديتهم وشفنا الرديين وكل عرفنا عزوته يوم كنا ليتت راعي يا عذاب المزايين يوم عيدان القنا يطعننا منا حليل تستاح بين المثارين في ديرتهم فيها الوضيحي تثنى ومنهم جدعنا عند شوقت الثلاثين وكم خير من راس رمحي يوننا في ساعتهم فيها تشيب الغلامين انطحن حور الخيل يوم اقبلنا يا ما نقلت الدين والحقتها الدين وحريبنا في نومته ما تهنى ارسي لهم يا بنت وانتي تعرفين اليام حمام النصر راف راف وغنى وردها والحق ربوع مخلين بوجيه قوم يطلقون لعنى عاداتنا نخلي سروج المسمين ونروي حدود مصقلات اتحنى وقلايعي من نقوة الخيل عشرين قب ولا فيه اثبار ودنى وبهذا اخبرها بان حليلها اي زوجها قد قتل في المعركة اختلاق اشتراك وج 일이 اهت قومونه اشتراك في اردان